أهلا بكم وفقا لمعطيات خريطة العملية السياسية في العراق فإن التحالفات داخل البيت الشعي ظلت بدرجة كبيرة شبيهة بالتحالفات في الانتخابات السابقة تحالف الفتح الذي يتزعمه القيادي في الحشر الشعبي هاد العامري ويشارك للمرة الثانية تحت هذا الاسم يضم كلا من حركة الصادقون بزعامة قيس الخزعلي وتجمع السند بزعامة النائب أحمد الأسدي إضافة إلى منظمة بدر بزعامة العامري إلى جانب المجلس الإسلامي الأعلى ومنظمة العمل الإسلامي وحركة الجهاد يشارك اتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في الانتخابات للمرة الثالثة تحت الاسم نفسه ويضم التحالف كلا من حزب الدعوة الإسلامية وحركة البشائر وحركة إرادة والاتحاد الإسلامي لتركمان العراق ومعه للقانون وحركة بداية تحالف قوى الدولة الوطنية الذي يضم تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم إلى جانب كتلة النصر بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي وحزب المؤتمر العراقي اتلاف سائرون بقيادة زعيم التيار الصدري مقتضى الصدر العائد بقوة إلى الانتخابات بعد مقاطعة لم تستمر طويلا تحالف العقد الوطني الذي يتزعمه رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض منفصلا بذلك عن كتلة الفتح التي تحالف معها في الانتخابات الماضية ترجمة نانسي قنقر